أكدت سلطنة عمان وجمهورية كرواتيا حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة القائمة والتعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات المنافع المتبادلة بين البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك خلال لقاء معالي السيد بدر بن حمد البسعيد وزير الخارجية برئيس وزراء جمهورية كرواتيا أندريه بلينكوفيتش بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة زجرب حيث تناول لقاء تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتأكيد على أهمية دعم كافة الجهود السلمية وسيادة القانون الدولي بما يحقق الأمن والسلم لكافة الشعوب وعقدت سلطنة عمان وجمهورية كرواتيا جلسة مباحثات سياسية تناول تطوير التعاون الثنائي والتبادل التجاري وتنمية الشراكة في مشاريع الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والتحول الرقمي والأمن الغذائي والسياحة ووقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية وتناول الجانبان على الصعيد السياسي وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتداعيات الحرب والحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والأوضاع المتصلة بأوكرانيا ترأس الجلسة من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البسعيد وزير الخارجية ومن الجانب الكرواتي معالي جوردان جريليتش رادمان وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية كرواتيا الصديقة ترجمة نانسي قنقر